لماذا الناصرة أو بالأحرى ليه الله خطار هذه البلاد حتى تكون مسرح الأحداث لتتميم إراته تتميم المشيئة الإلهية لماذا الناصرة يظن البعض أن الناصرة هي بلدة عملاقة كبيرة جدا لكن بالواقع في أيام المسيح الناصرة كانت بلدة صغيرة متواضعة جدا بلدة رفية زراعية منطقة جبلية طبعا تعلو فوق سطح البحر حوالي 600 متر وأيضا فيها جبال كثيرة ووديان تلتقي كلها في هذه المنطقة مثل ما ذكرت تعداد سكانها 400 نسمة وكلها في هذه المنطقة اللي هي بسمها اليوم كنيسة البشارة للروم الأورتودوكس أو عين العضرة راح نسميها كنيسة عين العضرة وبتكمل لكنيسة البشارة للكاتوليك هذه البلدة الله اختارها حتى تكون المسرح لأهم الأحداث هذه البلدة تقع في صبطي زبلون ونفتالي اللي أخذوا إلى السبيل الأشوري سنة 722 قبل الميلاد وهذه الأصباط بيتكلم في نبوة إشعياء الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور هذه البلدة رأت طبعا معجزة عظيمة عندما جاء الملاك جبرائيل ليبشر القديسة مريم العذراء وليفتقدها بأعظم زيارة لكل الجنس البشري طبعا هذه المدينة هي مدينة يوسف النجار النجار لأنه كان يعمل بنجارة لكن بالواقع هي أكثر من إنجارة لأن الكلمة تكتوس تعني الشخص اللي بيعمل في كل شيء ومنها أيضا الحجارة لأنه كان في بلدة قريبة من الناصرة تسمى صفورية بلد كبير روماني كان معظم رجال بيعملوا في هذه البلدة عدا أنها أيضا منطقة زراعية أيضا مدينة مريم مريم هي من صبت يهوذة من نسل إبراهيم من عائلة داود وطبعا الله استفاها على كل نساء العالمين الرب اختار مريم حتى تتمم المشيئة الإلهية مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار والخطبة عادة بتاخد مراحل أحيانا تبتدي من الطفولة عيلتين بيقولوا مثلا هذه البنت لهذا الولد لكن الخطوبة الرسمية تحدث عندما يكون ميثاق فالخطبة كانت في تلك الأيام تعتبر كأنه زواج لا يبطل إلا طبعا بالطلاق فطبعا الخطبة كانت تاخد سنة كاملة فهذه البلدة تذكرنا بقصة حب جميلة بين يوسف النجار والقديسة مريم العذراء تذكرنا بالطفل يسوع اللي عاش وتربى في هذا البلد وتعلم في مجمع الناصرة وعمل في هذا البلد هذه البلد الله افتقدها حتى تكون بركة لكل أنحاء العالم اليوم لما بيقولوا يسوع يسوع الناصر هذه البلدة المتواضعة اللي حتى كانت سمعتها مش حلوة حتى نثنائيل قال يوجد شيء صالح من الناصرة ولأن الناصرة كانت مختلطة بالأمم فالسمعة طبعا كانت ليست حسنة ولا سيما بالنسبة لليهود اللي في أورشاليم اللي كانوا بمارسوا الشريعة باللغة الفصيحة بينما في الناصرة في اللغة اللهجة المتكسرة اللي كان بيبلعوا الحروف الله اختار هذه البلدة حتى تكون بركة لكل شعوب الأمم موسيقى